هو ده دي الأرقام اللي حصلت مبارح عشان يتوج الأهلي ويتختم الموسم بالختم الأحمر الختم الأحمر أو ختم النصر الأحمر اللي أختتم به هذا الموسم خلى الأهلي وهو يتوج بالبطولة رغم كل المنغصات خارج المستطيل الأخضر ولما المهندس عدل القيعي قال هذه الجملة قالها بوضوح شديد لأنه كان الأهلي بتحاك حوله مؤامرات وبتوضع في طريقه عقبات عشان يبعد عن البطولة فإذا بهذه العبارة تستخدم عكسياً وتبقى باستمرار أو يحاوله طاعة طب ما أنا أفكرهم وفكرك أنت لما كنت في ضيافة الزميل سيف زاهر ونحت هذه العبارة كنت تقصد بها إيه بالضبط هايخد الدورة كابت مش عايز أتكلم في الحتة دي لأنها مش مريحاني شوي طيب شارفين دورتنا كابت مش مش مريحاني لعدم ثقة في الأهلي لعدم ثقتي فيما يدور حولنا في كرة القدم استبقى في النهاية في المصدر الأخضر لا لا للأسف الدوري السنة دي مش في المصدر الأخضر حتى الان في المصدر الأخضر لا يا حبيبي ليه يا كابت في دي. ما انت مش معايا. الناس مستمتعة بالدوري. مستمتعة بيه? لا. واللاب في الملعب قوي. لا يا سناني. اه. مستمتعة بالدوري انا مستمتع بيه. انا متفرج على اي فرق. انا كنت مش حابف الحيطة دي ان ناخد الناس بره المستطيل اخضر. لا لا لا. 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 انا بقول لك اما ما تسمح ليش ان انا الكعبل. طب انا هعمل فيك ايه ما انت سبقتيني. اه. هعمل فيك ايه? ولا حاجة. انا والاهلي الكعبل اي الكعبل. والكعبل في حاجات ما يصحش الكعبل فيها. اه. في حاجات. وانت على فكرة بتبقى لما تقول ايه متى بتستفيد من التحكيم زي ما بتقول دار منه. طبعا. انت انت وكل المحللين بيقولوا هذا وانا منهم. اه انا انا المقتنع بدي. بس كمان ما ينفعش في نفس المباراة المعايير بتتطبع هنا وتتطبعش هنا. ابوصة لقيني باقصر لقيني ما خادتش حقي. وهو انت انت فكر اه الاهل وزمالك وبيراميد يعني حيبقى الفوري ايه يعني. بسيطة. بسيطة. يعني ماتش اتنين. اه. ها. طب هما هما دلوقتي حيطا علي فلازم تصريح من حضرتك واضح. ما كان الاهلي دلوقتي في جدل الدوري نمتاز والفترة الاخيرة. هي فنية فقط لغيرها واناك اسباب اخرى. لا هي 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 جزء فيها فنية طبعا. وانا انا اه ما اجبنا اتصفقت ليه. الكلام كان واضح. والكابتن سيف زاهر كان بيحاول ساعتها او وقتها يقنع المهندس عادلة انه الموضوع في المستطيل الاخضر. لانه كنا عارفين مين اللي برا المستطيل الاخضر. وعارفين مين خلف الستار بيعمل ايه. وشفنا طوال الموسم بقى كل محاولات اه اعاقة الاهلي. لا مش هلعب الاهلي بس اه. عشان عشان ما انتوش الناس. اللي عايز يلوي الكلام بيلويه مش مستني. هما دلوقتي في لحظة. عايزين يسرقوا فرحة الاهلي. بيصدروا لك كلام. اه. وبيصدروا جماهيرهم للأسف الشديد وجزء منه بيقتنع. ان في اه يعني اه حاجات. اه بتحصل يقدروا تحجيجوا بيها ان ما كانش فيه امور فير. ممكن اسألك سؤال. هاتلي حاجة من اللي طلبها النادي الاهلي تحققت. هو الاهلي هو اللي طلب. ان المطشاة تتلعب بعد يكسل الامم. ده الاهلي صمم يحزم الدوري بدري. وينهي المشور لراحة اللعيبة كلها. ووصلوا انه عايزين يزقوق تنسحب من الدورة. اه. وانا قلت دي تبقى سازاجة. اللي عايز يستخدم ضدنا هزا المنطق. اه. فاكرنا سوزج اه. احنا بنعرل الامور بس. انت لحسابات. وشوف ربنا. ان الاهلي يبقى ناخد صفوف انت تكتمل صفوفك. يوم يحصل العكس. بس اصرارك. طب مين اللي سمع الكلام. التحد الكرة سمع كلام مين. سمع كلام مين. الالطرف التاني. في كل حاجة. اجنابي. لا مفيش اجنابي. لا في اجنابي. كله. مش ماشي مع كلامك انت. ماشي مع كلام المنافس. هو الاهلي. كان بينه وبين احد تحالفات. هو الاهلي. كان. نادي منافس. موجود في الدورة. بيتبادل معاه. انه يدعم نفسه ويدعمك. والكلام ما كانش يعني. اه. اه. لا في الدراء ولا مستطر. ولا. ولا كان بيعني حد انه اه. 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 يعني انه يعني. زي تزمار ما خبيش دقن معا. طيب. الا بس عشان دي. الامر واضح. انت هترجع لها تاني ولا خلاص بقى. اه 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 هرجع لك. لكنه. بص المهان سعد لي. جزء من الناس. او جزء من محاولات الناس اللي عايزة تسرق فرحة الاهل. وعايزة تقلل قيمة ما تحقق مع الاهل هذا الموسم. سارقوا الفرح. الاهداف واضحة جدا بالنسبة لهم. لكنه. لما يبقى الكلام ده مصحوب بافتراءات واساءات وتطاولات ومحاولات تجريح. ضد النادي الاهلي وضد رموز النادي الاهلي وضد رئيس النادي الاهلي كابتل محمود الخطيب. الخطيب تاريخه وقمته وسمعته ونزهته ومكانته وعلاقة الناس كلها بيه بتدفع عن نفسه. بتدفع عن نفسه. مش محتاجة ابدا دفاع عنه. لكن الى متى هزه الاساءات. والى متى هزه الحملات شديدة جدا بدون مبرر. لا فيه مبرر. اه. لسارقة الفرح. لانه يشد انتباك لنقطة تانية. ما تتكلمش على هزيمة التي يتعرض له. ما تتكلمش على تفوق الاهل. ما تتكلمش على المعجزة التي يحدثها النادي الاهلي. بشغله وبرقية. انا عايز اعرف. الاهل ايه يكسب الزمالك الخطيب يتشتم ليه? ليه? الا الاتحاد الافريقي اختار رمز الاهلي وعسطورة الكرة المصرية لتكريمه. ويبقى سفير اللي يطلع يتشتم. ليه? انت دلوقتي نفسك تبقى زيه. غيران منه. مفيش مشكلة اعمل زيه. مش تطلع تشتمه. لان انت كل ما بتشتمه هو يتواهج اكتر. والناس الناس وجزء كبير منهم. حتى اللي يبدو انهم موسوطين من اسلوبك مع النادي الاهلي. لا كثير منهم يتراجع الان. لان المسألة بقت غريبة وواضحة. الخطيب عملك ايه? عشان بتشتمه عمال عالم. الا ما بيرد. النادي الاهلي نفسه. لا يعني خلينا في التحديد في الاسم. اه. يا خطيب مش عارف ايه. طب ماشي. هو الخطيب انت كلام جميل. افهم انك تتعرض له. لو تعرض لك. فبترد عليه. لدي.